اشتركوا في القناة محامي الأستاذ محمد حسن صالح محامي بالنقض محامي الجالية الانونية بالقاهرة ومؤسس مجموعة اليورز للمحامة والتحكيم والاستشارات القانونية هنتكلم مع بعض عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد طبعا في اسئلة مطروحة كتير جدا ما هو المبلغ المبلغ لا تتسدد كاشتراكات في التأمينات هل فعلا ذات سن المعاش ولا لا ما هو نظام المعاش المبكر وشروطه كل ده هنعرفه مع الأستاذ المحامي محمد حسن صالح عزك تقول لنا في البداية ايه تعريف قانون التأمينات قانون التأمينات والمعاشات هو ايه قانون التأمينات والمعاشات الجديد زي ما باين من اسمه هو القانون المعني بأمور التأمينات والمعاشات القانون ده بيحمل رقم 148 ساعة 2019 صدق على القانون سيدة رئيس الجمهورية في 22 أغسطس 2019 وبعد اعتماد مجلس النواب للقانون وقريب جدا هتصدر اللايحة التنفيذية من رأس مجلس الوزراء تمام عايزك تكلمني عن أجل الاشتراك وتباصيل أجل الاشتراك بداية انا احب انوه ان القانون ده اتطبق بالفعل من واحد واحد 2020 يعني بقى ان اربع شهور فضل للقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد القانون ده لغى فكرة الاجر الاساسي والاجر المتغير اللي كان ساعة بيبقى ضعاف جدا 200-300 جنيه وده بيدي للمؤمن عليه معاش بعد كده ضعيف جدا تمام القانون ادخل تعديل في الزرم الاساسي المتغير يعني التعديل الاول كان بيدي معاش ضعيف جدا للمواصف بعد المعاش لان ده كان بيبقى ضعيف جدا تمام دلوقتي اتعدل في صالح المواصف صالح المؤمن عليه اول عامل تمام وتحط حد ادنى وحد اقصى لاجر الاشتراك تحط حد ادنى 12000 جنيه سنويا كحد ادنى لاجر الاشتراك ويعتبر ده اجر شامل وتحط حد اقصى 84000 جنيه سنويا لو قسناهم هنلاقي ان احنا كل مؤمن عليه ما ينفعش يقل لاجر الاشتراك بتاعه عن 1000 جنيه شهريا وما ينفعش يزيد عن 7000 جنيه شهريا تمام ده الحد الاقصى وده الحد الادنى تمام قبل كده كان بيبقى الاجر الاساسي ضعيف جدا فبيطلع معاش ضعيف جدا فمع القانون الجديد كان ما بيطلع مثلا ما بيكفيش المعيشة مع القانون الجديد اصبح المعاش فالقانون الجديد في الصالح بتاع العامل او المواصف اصبح المعاش القانون نص على ان يبقى المعاش لا يقل عن 65% من اجر الاشتراك الاساسي تمام ده ده بيحسن جدا في المعاشات تمام طيب هل ستكون هناك زيادة في المعاشات يعني القانون الجديد هيبقى فيه فعلا زيادة في المعاشات اكيد طبعا هتكون فيه زيادة للمعاشات والقانون حط ان بتزيد المعاشات في شهر سبعة من كل سنة حسب معدلات التضخم اللي في البلد بحد اقصى 15% طيب بما ان المعاشات هتزيد هل هيكون فيه زيادة في اجر الاشتراك القانون نزل ان اجر الاشتراك زي ما قلت لساعتك هيبقى الحد الاقصى بتاعه 1000 جنيه شهريا والحد الاقصى 7000 جنيه شهريا الحد الادنى لاجر الاشتراك والحد الاقصى لاجر الاشتراك نص القانون على زيادتهم في شهر يناير من كل سنة بمعدل 15% لمدة سبع سنين وبعد كده هيترك امر زيادتهم لمعدات التضخم تمام طيب عاجتك تكلمنا بقى الوضع هيكون ازاي لو جاد الاجر الفعلي على الحد الاقصى ساعت لاجر الاشتراك التأمين القانون حط حد اقصى لاجر الاشتراك 7000 جنيه طبعا ده بيزيد كل سنة بمعدلت ساعتك 15% ولكن احيانا برضو بيبقى الاجر الفعلي ازيد من المبلغ ده في الوقت ده ادى القانون للمؤمن عليه يعني مثلا المؤمن عليه بياخد 10000 جنيه والحد الاقصى لاجر الاشتراك 7000 جنيه فادى القانون للمؤمن عليه الحق انه هو يطلب حاجة اسمها معاش اضافي هو متأمين عليه ب7 وحاوز يتأمين عليه ب3000 فممكن يأمن على نفسه بال3000 جنيه اللي فوق الحد الاقصى لاجر التأمين وساعة ما يخرج على المعاش بيبقى ليه تأمين لمعاش اساسي ومعاش اضافي اه معاش اضافي تمام طيب عازك تقول لي بقى المبالغ التي تسدد كاشتراكات تتحسب ازاي الاشتراكات القانون حطاها على الاجر الشامل زي ما قلت ساعدتك وحطاها على بره في اطار الحد الادنى والحد الاقصى لاجر الاشتراك ببساطة يعني معظم اللي هنقول عليه تعتبر 21% من الاجر بس لهم تأسمات مختلفة حسب فئات العاملين يعني مثلا العاملين لدى الغير اه التأمينات بيتدفع 21% من الاجر ولكن صاحب العمل بيتحمل منها 12% والعامل او المؤمن عليه بيتحمل 9% بالنسبة لاصحاب الاعمال والعاملين بالخارج بيتفعوا لوحدهم 21% من اجر الاشتراك اللي هم بيختاروه وفقا للليحة اللي هتصدر قريبا ان شاء الله سمعنا في الفترة الاخيرة ان السن بتاع المعاش زاد تمام عازك تكلمنا عن الموضوع ده بشكل مفصل وهلا هو حقيقة ام لا والكلام ده كلمنا عنه بشكل مفصل والسن زاد بقى لحد كام وكده هو القانون حط نظام جديد اللي زاد السن المعاش عشان يواكب او يعالج العجز المالي في النظام المعاشية فعلى سبيل المثال مثلا موليد سنة الثمانين هيتطلقوا على المعاش عندهم خمسة وستين سنة خمسة وستين سنة واخر ناس هيتطلقوا على المعاش في سن الستين ده هو بوايد واحد وسبعين هو القانون نص على رفع سن المعاش يعني حسب الموليد وحسب الاعمار أنا قلتها لساعدتك ببساطة بس هي لها ترتيم معين لين مش هيترفع من ستين للخمسة وستين مرة ابقى يعني في شهر سبع سنة ثلاث سنة ثلاثين اللي هيتطلق على المعاش في الوقت ده لازم عنده واحد وستين سنة سنة 34 هيبقى عنده 62 سنة سنة 36 هيبقى يتطلق على المعاش عنده 63 سنة سنة 38 هيبقى 64 سنة 1940 هيتطبق الرفع السن بالكامل كله هيتطلق على المعاش عنده 65 سنة يعني القانون ده اللي هم العاملين مثلا في سن معين موليد سن معين مش هيتطبق عليهم لأنهم مثلا من فترة كبيرة جدا مثلا فمش هيتطبق عليهم فهيبدأ من فترة معينة يتم التطبيق على الجميع هو التطبيق هيبدأ من سنة 32 من سنة 32 هيبتدي سن المعاشي يطرفع سنة ورا سنة ورا سنة لغاية سنة 2040 هيبقى سن المعاشي 65 سنة للجميع تمام عايزك بقى تتكلمني عن شروطه يعني نظام المعاشي المبكر ده ايه وشروطه المعاشي المبكر ساعت بعض المؤمن عليهم بيقول أنه يعني تعبت من الشغل وعاوز أطلع معاشي مبكر فعاوز أطلع معاشي مبكر عايز عايز يرتاح بقى عايز يرتاح عايز نعبدل راجل تاع يعني مثلا بقيد سنة 80 اللي هيطلع على المعاشي 65 سنة نقول بك يسمعه دلوقتي يقوله وحنا عاوزين نطلع معاشي مبكر فالقانون حط إطار للمعاشي المبكر لازم تتوفر شروط عشان المؤمن علي يقدر يطلع معاشي مبكر أول تلك الشروط يعني أن المعاشي اللي هيتحسب له لما يجي يطلع معاشي مبكر ما يقلش عن 65% من أجل الشراك الأساسي لو طلع له معاشي أقل من 65% من أجل الشراك الأساسي مش مسموح له أنه يطلع معاشي مبكر في شرط تاني أنه يكون قد مدة 240 شهر يعني خدمة في التأمينات مدة اشتراك 240 شهر يعني 20 سنة لو ليه مدة أقل من 20 سنة مش مسموح له يطلع معاشي يعني بمعنى آخر أنه مثلا المعاشي لازم يطلع له يعني يعني بحد ما يقلش عن 65% لهدف عشان مثلا ما يبقاش مثلا ما فيش حاجة ما يطلع وإسم وطلع معاشي إسم وطلع معاشي ما لاقاش حاجة فهو الشرط ده لصالح المواطن ده حقيق والجديد في القانون أنه بعد خمس سنين هيبقى لازم تكون ليه مدة تأمينات مش 20 سنة زي ما قلنا لازم تكون ليه مدة تأمينات 25 سنة 300 شهر في التأمينات لو ليه مدة أقل بعد خمس سنين مش مسموح له أنه هو يطلع معاش مبكر تمام طب مثلا لو واحد اتفصل من العمل تمام وهو ما قضاش المدة دي العشرين سنة مثلا هل له معاشي؟ هو ممكن يكون له معاشي حسب شرط اشتهادات المعاشي لكن ما يقدرش يطلع معاشي مبكر تمام هي نقطة المعاشي المبكر اللازم يكون قضى عشرين سنة وبعد خمس سنين يكون قضى خمسة وعشرين سنة في الاشتراكات في التأمينات لكن اي وقت اي وقت ممكن واحد يطلع معاشي لو شروط المعاشي تنطبق عليه بياخد معاشي لكن المعاشي المبكر يعني حتى لو افصل ليه لإجراءات تانية انا بتكلم حتى لو اتفصل اجراءات استحقاق المعاشي او اجراءات المعاشي المبكر كل حاجة فيهم ليها اشتراكات احنا بنتكلم دلوقتي في اشتراكات المعاشي المبكر نوعوز يطلع قبل سن الستين فليها اشتراكات انت مش هينفع تطلع وانت مدتك أقل من عشرين سنة بعد خمس سنين مش هلين فهتطلع معاش مبكر وانت مدتك أقل من خمس عشرين سنة دخلتك هنا في حتة تانية خاطر ولكن ايه الأسئلة ديت بتراوض ناس كتيرة جدا فلازم برضو نجاوب عليها طبعا عايز اسألك سؤال تاني وهو فعلا في معاش أو في حاجة مثلا بيقبضوها اللي هو الناس اللي هي أقل من 18 سنة هو القانون استحدث معاش اللي بنقول عليهم الناس اللي هم ما منهمش أجر زي الصبية والعمال المتدرجين والطلبة اللي بيشتغلوا في الأجازة الصيفية واللي بيقوموا بخدمة عامة كل دول القانون أفرد لهم معاش ما يقلش عن 65% من أجل الشتاكل الأساسي والقانون شهدت كمان على أن يبقى لهم معاش إصابي لا يقل برضو عن 65% من أجل الشتاكل الأساسي يعني مثلا دلوقتي اللي هو لا يتقضى أجر أقل من 18 سنة صبية مثلا أو التلمزة الصناعية دول صغيرين وما بياخدوش فلوس ما بياخدوش أجر هو بيتعلم مثلا أو يعني أجره لا يذكر يعتبر فهو له القانون اداله معاش في حالة مثلا قدر الله الوفاء أو العاجز الكامل اداله معاش لا يقل عن 65% من أصل من الحد الأدنى لأجر الشتاكل الأساسي تمام يعني فيه شروط معينة يعني مش أي حد لا هو أي حد بس هو أغيده شروط بس الأول ما كانش ليهم معاش خالص قبل كده كان ليهم معاش إصابي 10 جنيه ما كان مبلغ زي جدا دلوقتي بقى ليهم لا معاش 65% من أجر الشتاكل الأساسي بقى ليهم يعني معاش إصابي كمان برضو نفس النسبة الأول كان 10 جنيه فما كانش حاجة مهمة هنتقل معك لحدة تانية في حال توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش من يستحق قبل المعاش من بعضه؟ طبعا يعني فيه مستحقين للمعاش من بعد وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه طبعا الأرمالة أو الأرمل بس بشروط بمعنى الأرمالة مثلا عشان تاخد معاش جزء المتوفي أو المؤمن عليه المتوفي لازم يكون عقد زواجها موثق ما ينفعش أن يبقى عقد زواج غير موثق أو مش دوري موثق لازم يكون صدر عليه حكم إثبات زواج بشكل بات ونهائي بخصوص أن احنا اتكلمنا عن الأرمل طب لو الأرمل دي بعد وفاة جزءها مثلا الأرمل دي بيبقى الراجل لو بعد مثلا وفاة جزءها راح تتزوجت مثلا من حد تلك لا بينقطع معاشها طبعا وخلاص احنا بنتكلم على فرضية أن هي متجوزة وجوزها توفى وكان صاحب معاش أو لي فبتاخد المعاش بتاعه بس الشرط بالنسبة للأرمالة أن يكون الزواج ده موثق أو بحكم محكمة بات وبرضو الأرمل ليه شروط عشان ياخد معاش مراته المتوفى الأرمل لازم يكون مش متجوز بأخرى يعني الناس اللي متجوز اتنين ده مالوش معاش مالوش حاجة لازم يكون متجوز بحده بس ياخد معاشة العقد العرفي يعني في ناس تلاقيهم متجوزين كده كتير في السر كده خوفا بقى ولا يا حك هل المتزوجة بعقده عرفي تمام لما جوزها يتوفى لها معاش لا طبعا ما لهاش معاش لأن هي يعني ست مثلا متجوزة لانا فهمت من ساعتك أن ست متجوزة بعقده عرفي فجوزها دوت توفاه الله ساعتها هي ما بتاخدش معاشه لأن جوازها غير موسق وأن جوازها ما صدرش بيه إثبات زواج عن طريق المحكمة لكن لو الجواز ده عرفي وتم إثباته عن طريق المحكمة بحكم بات بتستحق معاش تمام يعني لو عقده عرفي موسق عن طريق محكمة لها معاش أما لو عقده مش موسق ملهاش أي معاشا والاستكمالة لإيجابة ساعتك على السؤال مين المستحقين طبعا الإبنة من ضمن المستحقين بس لازم الإبنة ما تكونش متزوجة تمام يعني لو متزوجة ما لاش معاش لو الإبنة متزوجة بيتقطع معاشها لو لا قدر له حصل طلاق بترجع تاخد معاش والدها تاني تمام والإبنة برضو من المستحقين للمعاش بس الإبنة ليش ثلاثات معينة برضو مختلفة شوية إن الإبن لازم ما يكونش حد 21 سنة إلا إذا كان غير قادر على الكذب أو في مرحل التعليم ولو في المرحلة الجمعية حد أقصى 26 سنة وبينقطع معاشه وإذا كان في مرحلة ما تحت التعليم الجمعي بيبقى الحد الأقصى للسن الهوي يقدر ياخد فيه معاش والده 24 سنة تمام إمتى بقى يتوقف المعاش عن المستحق؟ بيتوقف المعاش عن المستحق إذا اشتغل وبقاله أجر قد المعاش أو يزيد عليه طب لو بقاله أجر اشتغل وبقاله أجر أقل من المعاش بياخد الفرنة وكمان لو التحق بمهنة سواء تجارية أو غير تجارية بتنظمها قوانين خاصة وفضل مستمر خمس سنين متقطع أو متصل بينقطع عنه المعاش ممكن لحد يتقاضى أكثر من المعاش؟ يعني في حد معين ممكن يتقاضى أكثر من المعاش مع بعض؟ ولا لا مش موجود؟ هو القانون حط قاعدة أساسية إن ماحدش ياخد من التأمينات أو من خزانة الدولة أكتر من المعاش دي القاعدة الأساسية بس القاعدة دي عليها بعض الاستثناءات من هذي الاستثناءات زولي احتياجاتها خاصة؟ زولي احتياجاتها خاصة أكتر ناس استفادوا بس وبالله هبالله revived يكون مش يجمعوا بين المعاشين زولي احتياجاتها خاصة في القانون ممكن يجمعوا بين ثلاث معاشات كمان لكن الاستثناءات عموما من حق الشخص إن هو يجمع بين أكتر من معاش عشان يكمله 65% من أجر الشتراك الأساسي أو الأجر الشتراك حد معاش بتاعه عالي مثلا يجمع برضه بين أكثر من معاش فيه ناس بتجمع بين معاشين بدون حدود يعني فيه استثناءات من حق أشخاص معينين يجمعوا بين معاشين مهما كانت حدود إن شاء الله كل معاش مبلغ وقضه محترم زي مثلا الأرمالة الأرمالة من حقها أن هي تجمع بين معاشها من جزها ومعاشها الشخصي بدون حدود فالأرمال كذلك الأرمال من حقه أنه يجمع بين معاشه كمنتفع أساسي ومعاش زوجة المتوفاة من حقه بره الأولاد من حقهم يجمعوا بين المعاش المستحق لهم عن والديهم باباهم ومموتهم بدون حدود مهما كان لو ده مثلا مبلغ وقدره وده مبلغ وقدره من حقهم يجمعوا بدون حدود كل المستحقين لمعاشات من شخص واحد من حقهم يجمعوا بدون حدود برضه زوجة المحتاجات الخاصة القانون أفرد لهم امتياز أكبر أنهما من حقهم أنهما يجمعوا بين معاشين بين كذا معاش ممكن ثلاث معاشات يعني زوجة المحتاجات الخاصة بحضة أقصى ثلاث معاشات ولا فيه ممكن يبقى فيه أكتر لا أعتقدش يبقى أكتر بثلاث معاشات لا وممكن زوجة المحتاجات الخاصة كمان القانون اداله أنه هو يجمع بين المعاشات دي وبين دخله كأجر أنه هو شغال تقصي سؤال مهم بدون حدود برضه دلوقتي لو حد منزدول احتياجات الخاصة هو معظم تمام هل بجانب الوظيفة يقدر يجمع بين الوظيفة ومعاش ده القانون اداله الحق ده يقدر يجمع بين الوظيفة وبين المعاش والخزانة الدولة القانون حمل خزانة الدولة المبالغ دي يعني مثلا معاش مثلا تكافل وقرامة والمعشات اللي احنا تكافل وقرامة ده مع بعض تاني حال يقدر يجمع مثلا احنا بندي مثال يقدر يجمع ما بين وما بين وظيفته هو موظف وشغاله في الخدمة وبيتقاضى أجر ده انتياز لزورة القصة مما يقدروا يجمعه بين المعشات أو بين المعشات دي والأجر طيب عازك تقول لي قانون التأمينات يعني اليومين دول مثلا سمح لحد معين انه في زيادة في المعشات مثلا اه فيه طبعا يعني فيه زيادات في المعشات عن زي ما قلنا احنا قلنا 65% من أجر الاشتراك لا فيه فئات ادهم القانون انهم ياخدوا معاش أعلى أكتر شوي يعني مثلا في حالة إصابة العمل اللي قدت إلى الوفاة أو العجز الكامل من حق المعاش بيتسوى على 80% من أجر الاشتراك بل وبيتضاف له كمان 1% سنويا حتى خروج المؤمن عليه للمعاش حكما أو فعليا دي من الحالات اللي بيقى فيها زيادة معاش فيه كمان زيادة معاش بنسبة 20% اللي بنقول عليهم حالة أو عانة عجز عانة العجز دي المعاش بيزيد فيها 20% بس لازم الهيئة التأمين الصحي تقرر ان صاحب المعاش دوت بيحتاج دايما لحد يكون معاه بيبقى المعاش بيزيد بنسبة 20% تمام عازك تقول لي بقى كلمنا عن مكافئة نهاية الخدمة وتفاصيلها ولكن بعد الفاصل عزائي المشاهدين فاصل وبعدين نتساكمل الحديث مع الأستاذ المحامي محمد حسن الصادح ورجعنا بعد الفاصل نستكمل الحديث مع الأستاذ المحامي محمد حسن صالح وكنا بنسأل قبل الفاصل يا أستاذ محمد عن مكافئة نهاية الخدمة وتفاصيلها عايزك تكلم أستاذ المشاهدين عن مكافئة نهاية الخدمة وتفاصيلها وده آخر سؤال معانا حسن الوقت مكافئة نهاية الخدمة أفرض لها القانون نظام معين بيقتطع من أجل اشتراك 1% من صاحب العمل و1% من المؤمن عليه والتأمينات بتعمل حساب شخصي بتحط فيه المبالغ دي شهريا بالعوايد بتاعتها في نهاية الفترة بتاعت الخروج على المعاش بيكون تكون للمؤمن عليه مبلغ وقدره بفوائده بيصرفه كمكافئة نهاية خدمة لو فيه مستحقين للمعاش بيصرفه مكافئة نهاية الخدمة بتاعتهم يعني بعد صاحب المعاش الأصلة وتوفاها الله لو فيه مستحق واحد للمعاش بياخد المكافئة كلها لو مفيش أي مستحق للمعاش الورص الشرعيين هم اللي بيقسم عليهم وفق الأنصب الشرعية مكافئة نهاية الخدمة شكرا سعدك أنا اللي بشكرك وبصراحة شرفتني وكنت أتمنى أنت تكون معايا أكتر من كده ومعانا أسئلة كتيرة جدا ولكن خاطر إيه؟ عشان خاطر الوقت وبجد شرفتني وأنا بشكرك وإن شاء الله نستكمل الحديث في حلقات قادمة بإذن الله شرفتنا وارد برنامجة المحياة أعزائي المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل نستكمل الحديث مع المحامل أستاذ حسني مبارك عن الحبس الاحتياطي